أحذر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من أن البلاد تتجه نحو الفوضى التي قد تقود إلى حرب أهلية وخلال كلمة وجهة للشعب السوداني قال حمدوك إن الحل الحقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية يكمن في الانتاج والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية الناتجة عن ذلك نحن نعلم أن الحل الحقيقي يكمن في الانتاج وتحريق قدرات الريف السوداني وتطوير موارده فالحل الناجع لبلادنا في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية الناتجة عن ذلك ونحن نعمل على جذب الاستثمار على ضوء رؤية واضحة وفق الأحزمة الخمسة للتنمية في بلادنا واستخدام التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد والموارد لكن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل وتمويل كبير جدا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك كشف أنه سيتم فرض ضرائب مرتفعة على السلع غير الضرورية موضحا أنه تم وضع عدد من التدابير لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في السودان نعمل على معالجات وإصدار غرارات لإجراء إصلاحات حقيقية في الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب وسياساتها وستحدث إعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية وسنفر الضرائب وجمارك مرتفع على السلع الغير الضرورية هذا النوع من السياسات سيساعد في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية ولن يمنع الحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية حول هذه التصريحات تنضم لنا من الخرطوم مراسلة الشرق سالي عثمان سالي أهلا وسهلا تصريحات ربما تكون مختلفة هذه المرة نوعا ما من قبل رئيس الوزراء بهذه الحدة ما الذي استدعى هذا الحديث سالي؟ نعم صباح الخير على الجميع بالفعل هذا الحديث لرئيس الوزراء أمس مساء جاء مختلفا وبطابع مختلف عن جميع الخطابات التي قالها للشعب السوداني منذ أن تولى رئاسة الوزراء وحتى الآن تحدث بصدر منفتح أكثر إلى الشعب السوداني تحدث عن المخاطر التي تحيد بهذه الفترة الانتقالية بكل وضوح وصراحة وقال أن السودان معرض للتشغي إذا استمرت هذه الممارسات كما تعلمون ثلاثاء الماضي قامت الحكومة برفع الدعم الحكومي عن المحروقات مما أثار حفيظة عدد كبير وطيف واسع من المواطنين السودانيين وأدى إلى اندلاع بعض الاحتجاجات في الشوارع السودانية وأدى إلى إغلاق الطرق من قبل هؤلاء المحتجين ولكن أثناء هذه الممارسات الاحتجاجية كانت هناك حالة من التفلوتات الأمنية وترويع المواطنين والإستيلاء على ممتلكاتهم والتعدي عليهم أيضا مما استدعى أن تقوم الحكومة السودانية بهذه التصريحات لسيما رئيس الوزراء الذي تحدث عن ضرورة التماسك وتماسك جميع القوى الوطنية المشاركة في الوثيقة الدستورية تحدث عن أنه تم اتهامه بالضعف فيما مضى لعدم اتخاذه قرارات حاسمة تجاه بعض الفصائل المعينة ولكن فرر ذلك بأنه كان يتحرك بحسب بوصلة داخلية تقوده إلى لمشم جميع هذه المجموعات السودانية سواء كانت السياسية أو حركات الكفاحة المسلحة أو حتى منظمات المجتمع المدني تحدث أيضا عن ضرورة هذه القرارات الاقتصادية التي تعيد السودان مرة أخرى إلى حاضنة المجتمع الدولي والاقتصادات الدولية مما يؤهله إلى فتح أبواب استثمار واستقطاب رؤوس الأموال لإنشاء مشاريع بنا تحتية أهل السودان للولوج في مرحلة قادمة دموقراطية تحدث أيضا رئيس الوزراء بكل انفتاح عن أنه يجب أن يعود الجميع إلى طاولة واحدة وأن يكون هم الجميع سواء كان السياسيين أو حركات مسلحة أو حتى الشعب السوداني كل هذه الأطياف في المجتمع السوداني يجب أن تجتمع مرة أخرى على وحدة السودان وعلى تخطي هذه المرحلة ويجب أن يكون الجميع على قلب إنسان واحد سالي عندما يتحدث رئيس الوزراء ويحذر من أن البلاد قد تشهد أيضا مزيد من الفوضى التي قد تؤدي إلى حرب أهلية ما الذي ستفعله الحكومة السودانية مقابل أو بعد هذه التصريحات لأنه عندما تحذرك رئيس الوزراء بالتأكيد لا بد أن يتبع هذه التصريحات وهذا الحديث كثير من التفاصيل تدابير أمنية وإلى آخره نعم بحسب المعلن هناك الكثير من الإجراءات التي بدأت الحكومة السودانية بالفعل في اتخاذها أولا في الشق الاقتصادي هذه القرارات تعترف الحكومة أنها لها أثار جانبية وخيمة لسيما على الشرائح الضعيفة والفقراء في السودان فبالتالي قامت بطرح برنامج ثمارات لتقديم الدعم المالي المباشر إلى المواطنين السودانيين وستعمل على توسيع هذه الشبكة في مقبل الأيام لتخفيف هذه القرارات على المواطن السوداني أيضا هناك عدد من الإجراءات الأخرى وأهمها هو محاولة ضبط الأسواق لسيما في السلع الضرورية والرئيسية بخفض كل الرسوم الجمركية والرسوم التي تأخذها الحكومة على هذه السلع وفي ذات الوقت رفع الرسوم الجمركية على السلع غير الضرورية مما يتيح هذه السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة وأيضا معقولة أيضا هناك شقة الاقتصادي محاولة للسيطرة على سعر صرف الدولار والعملات الأسجنبية حدثت خلال الفترة الماضية لسيما أثناء الاحتجاجات الشعبية على قرار رفع الدعم عن الوقود هناك أيضا عدد من التدابير أيضا السياسية وحديث حمدوك عن أن يجب أن تنفذ كل الطوائف السياسية والحزاب السياسية على مستقبل السودان والحفاظ على أمن هذه المرحلة وسنكون بالتأكيد سالي في متابع ماك لكل هذه التطورات وكل هذه الإجراءات سالي عثمان ورسلة الشرق من الخرطوم شكرا جزيلا لك